شاهدين أمساء الخير نحقيكم في حلقة جديدة على الهواء كل سنة طيبين حنوصل معكم متابعة الأحداث على الساحات المحلية والإقليمية والدولية ما في الشك أنه بالتأكيد هيبقى في حاجز نفسي كنا فيه إفطار مع وزير الخارجية المصري من يومين الوزير سامح شكري وبنتكلم عن تأثيرات الخطوات التي اتخذت على قطر هل هي مؤثرة؟ هو أكد أنها مؤثرة جدا وقال أنه أهم وأخطر ما فيها وهو العمل النفسي أن تشعر قطر نفسيا بهذا الشكل خلاص أنك حصرتها زنقتها حددتها في خانة الإرهاب بالإضافة إلى أنه في المنطقة نفسها لما تشعر بهذا الحصار من دول بالنسبة لها مهمة جدا في تنقلاتها في شبكة العلاقات الاجتماعية في شبكة المعاملات التجارية والمعاملات المختلفة وبالتأكيد أنا شايف أن التأثيرات النفسية هي أقوى أنا أقول ده ليه لأنه المشاهد اللي حنشوفها دلوقتي خناءة بين وفدين سعودي وكطري في مؤتمر عمالي بطرولي عقد في الكويت حنلاقيها كثيرة وحنلاقي التأثيرات النفسية ده حتصحيح الخلافات مش متعلقة أو هي مش بين الشعوب لكن حتنعكس على الوفود السياسية والوفود السياسية لأنك خلاص زنقتها وحصرتها في تهمة الإرهاب وأنها كمان لا يمكن أبدا أنها تضحك على الناس طول الوقت وأنها تضحك على الخليج وعلى العالم وعلى المنطقة طول الوقت وتعمل تحالفات مع الإرهاب وفي نفس الوقت تدخل في تحالفات لمواجهة الإرهاب شيء لا يصدقه عقلي لكن حتلاقوا المشاهد اللي حنشوفها دلوقتي خناقة بين الوفدين السعودي والقطري اللي الوفد السعودي اضطر أن يستخدم تعبيرا يولاد موزة يعني وهو الحياة تعبير زي ما قلتلكم ده نتيجة التأثيرات النفسية والسلبية السعودي يشعر أيضا بأن قطر تطعنه من الخلف بالتعاون مع الحثيين بالتعاون مع الإيرانيين اللي كل الأموال اللي بتنفق في السعودية وكل الأسلحة اللي بيتم استرادها والصفقات اللي بيتم معه كلها لمواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة وبالتالي السعودي عنده شعور بأنه قطر تتأمر عليه والقطري عنده شعور بأنه السعودية نجحت في عزله تماما ده الحاجز النفس اللي حنشوفه كثيرا لكن ربما هذا المشهد نشوفه في مؤتمرات تانية توقض يبقى فيها وفود خليجية أو وفود سعودية مع الوفود القطرية محلوق الاشتراحة والخوضائيين بلا هذا اتحاد المترون موسيقى موسيقى المشاهد اللي شفناها زي ما قولتولكوا هي تعبر عن الحاجز النفسي اللي بيزداد بشكل كبير مش ممكن تقول علي ان انا دولة جارة او تقول انه يمكن ان اكون جزءا من تحالف خليجي وفي نفس الوقت تطعنهم من الخلف فهتلاقوا المشاهد دي هنلاقيها كثيرا في مؤتمرات مختلفة زي ما اقول لكم حصلت مشادة والوفد السعودي استخدم تعبير يولاد موزة فالوفد القطري بدأ يتخانق وبدأوا يستخدموا الايادي بهذا الشكل الاتنين يعني الوفد السعودي والوفد القطري